في نمازج مشرقة مشرفة من الشباب المصري موهوبين في جميع المجالات والنهاردة أنا معايا مايار محمد هي طالبة في كلية لغة وإعلام ونيرا محمود برضو طالبة في كلية لغة وإعلام وهما برضو القائمين على الفقر الفرانكلين وهو فيلم عن الاختلاف واختلاف الشخصيات الشباب متميز جداً أنا برحب بيكم معايا وإحنا طبعاً شفنا جزء من الفيلم وإنتو مجموعة من 11 شاب وشاب طيب احكولي أكتر بقى عن يعني احكي لي عن دورك وإنت عملت إيه والفيلم الفكرتي فيه إزاي هو التفكير يعني في الفيلم إنت دورك كان إيه في الفيلم تصوير وإددينج وكسأل أولي حكيك عن خبرتك في التصوير والإددينج وإنت بتصوري الفيلم هل كان ما كانش أول مرة طبعاً تصوري أوه ما كانش أول مرة لإن إحنا عندنا في الكلية يعني من تيرم وون بيعلمونا التصوير والإددينج وبيشتغلوا معينا فدي على مراحل السنين كلها وهي أصلاً يعني عامةً هي هواية لإن أغلبية الجروب عندنا بيحب التصوير وبيحب الإددينج يعني كل واحد فينا يعني عنده الهواية دي والحاجة دي وبيشتغل فيها التصوير بقى بتتعلمي التصوير على الكاميرات معينة ولا؟ آه آه يعني كاميرات دي؟ آه لا مش مش اللي هي الكاميرات اللي هي دي أس أل أر أوكي بلاش أسامي أوكي تمام طيب هل كنت متوقعة إنك تفوزي في المسابقة؟ هو الحقيقة لا هل كنتش متوقعة؟ بس أكيد يعني الخبر فرحنا كلنا يعني إيه أكتر حاجة شدتك في فكرة الفيلم؟ هو يعني هو الفكرة إن شدت يعني إن هي أصلاً طلع مننا يعني يعني اللي هو كانت الفكرة بتعكسنا إحنا إن إحنا كل حد فينا مختلف في حاجة فحبنا إن إحنا نحطها في الاختلاف ونبينها يعني في الفكرة تمام طيب إيه الخبرة اللي تلاتي بيها بقى؟ إن يعني الخبرة يعني اللي هو كان يعني بتقابلنا مشاكل مثلاً ممكن في التصوير أو الحاجات دي فكنا بنحاول إن إحنا ندور على الحاجات ونحن يعني كان فيه مرة كده اللي هو بنصور في التصوير كان المكان اللي رايحينه منافعش فحاولنا إن إحنا نستار راف ومش عارف إيه وبنحاول نزبط الإضاءة كده يعني طيب قوليلي إنتي دورك إيه في الفيلم؟ أنا كنت تصوير برضو ومونتاج وبس دول أنا شايف إنه في مجموعة كبيرة كان التصوير والمونتاج علشان هو الفيلم كان فيه تلات أبطال يعني وكان فيه طبعاً مقاطع في النص البطلة الأساسية اللي هي بتوصل لتلات أشخاص ببعض كقصة يعني ففكرة إنه هو التصوير مثلاً كان فيه جزء منه كان في الكاهرة فإحنا ك11 واحد في المجموعة تقسمنا حابة راحوا الكاهرة وحابة صوروا هنا الناس اللي في اسكندرية وهكذا فعشان كده كان فيه عدد كبير يعني في التصوير وغالي من كان يعني معظمنا تصوير مش فكرة غير مثلاً اتنين أو حد واحد بس عشان مثلاً حاجة أو كده ما ما صوروش احكيلي عن يعني من ساعة ما جاءت الفكرة لغاية ما خلصتوا الفيلم كان البوضع عامل ازاي هو من أول ما خد يعني من أول ما فكرنا في الفكرة هي إحنا كان عندنا أفكار كتير في الأول ليه خطرتوا الفكرة دي ليه رسيتوا على فكرة الاختلاف هو ببساطة شديدة إحنا أول ما يعني صاحبة الفكرة فرح زي ما زملتي روين قالت من شوية إنه فكرة الاختلاف ككلمة أول ما هي قالتها ينورت في دماغنا كلنا لأنه طبعاً إحنا كبشر ما فيش حد فينا شبهت تاني كشخصية أو حتى يعني ككل فالفكرة إنه اختلاف آه طب هنعمل ايه بتاع فقعدنا نفكر كده مع بعض كتيم يعني وطلعنا في الآخر إنه طيب ماشي ها هنعمل ايه ففيه في الفيلم كان فيه رانيا وصفي رانيا وصفي عندها مرض يعني من زمان في عدمها وكده فقلنا طب هناخد الشخصية دي طب من بعد ديها وقعدنا نفكر كتير فرأسينا إنه إحنا طب لين نركز على بس حد زي رانيا في حين إيه الأفكار التانية اللي كانت موجودة كان فيه مثلاً كنا ممكن عايزين نعمل حاجات مشاكل نفسية كان فيه ايه تاني كنا عايزين نشوف بقى الحاجات اللي هي الشباب بيتوجهوا لها أكتر يعني هما الطابق الكبير قوي اللي كنا حابين برضو نعمل فيه اللي هو نفسية أو الناس اللي بتعاني من حاجات نفسية بس مش بتقدر تعملها بس حسنا إنه هو هيبقى موضوع يعني مش هو اتعمل كتير حسنا إنه إحنا الاختلاف طب ما هو فيه هو الناس كتير برضو عملت عن الاختلاف بس فيه زواية محددة محدش بيتكلم عنها دي حقيقة فهي بس حسنا إنه إحنا ممكن نعمل ده بشكل يعني يبقى يعني حلو بالنسبة لنا وإحنا نحس إن ده حاجة مختلفة لنا أصلاً فعشان كده إحنا بس اخترنا الفكرة دي وقعدنا نركز عليها طب هنعمل إيه واخترنا الأشخاص كنا مطلعين أشخاص كتير طبعاً بس عشان الوقت كان متاع الفيلم كان محدود لنا فحاولنا إن إحنا نختار الشخصيات اللي فعلاً حاصينا إن هي إن نقدر إن إحنا كده يعني نجات إنسبايرت بيها ونحس إنهما دول هنحس إنهنا نعرف نكلام هل وإنتوا بتعملوا الفيلم كنتوا عارفين إنكوا حتدخلوا بيه مسابقات هو في الأول لا يعني صراحة بس بعد كده إحنا يعني في فقرة المونتاج في الآخر خالص وإحنا بنعمله وإحنا بنقفل يعني الفيلم وكده حاسينا إنه لا هو الفيلم يستاهق يعني إحنا كاتيم حاسينا إحنا لا إحنا دعبنا وحاسينا إنه هو يعني هو أولاً هو جمعنا كلنا وإحنا يعني في الأول مش كلنا يعني كنا مرتبطين ببعض بس هو ده كانت البداية إن إحنا أصلاً كلنا نتجمع بعض فدي حاجة بالنسبة لنا كانت نمبر وان يعني غير إنه هو إحنا عملنا حاجة حاسينا إن هي حلوة ودي كتأول أول فيلم لينا مثلاً في الكلية إن إحنا نعمله ويطلع مننا إحنا بالإسلوب اللي إحنا عايزينه واللي طبعاً يبقى حلو والناس كتير جداً لما تصوف وإن إحنا عايزين الناس لما تصوفوا تحس إن إيه ده لأ يعني حتى لو برسالة بسيطة يحسوا بفرقة ويحسوا بتغيير فهو في الأول مكناش حاسين بس في مرحلة المنتاج يعني لأ حسينا إنه آه يعني يستاهب يعني بس إيه الرسالة اللي يعني بعد ما عملتوا الفيلم وهو عن الاختلاف إيه الرسالة اللي تحب تقوليها للناس اللي بيتفرجوا عالفيلم أو عن الاختلاف يعني إن هم دايماً ما ياخدوش الاختلاف بحاجة وحشة لأن يعني ممكن الاختلاف ده الحاجة اللي بتخلينا نختلف عن الناس التانية إن إحنا نخدها ونخليها حاجة كويسة في حياتنا والنهاية تكون مميزانة عن بقية الناس حاجة مختلفة طيب قوليني انتو عملتو في الجامعة احكيلي عن مساعدة الجامعة والأسات زليكم طبعا هو الأولان الكورس كان اسمه وإحنا في الأول كنا يعني مقلقين شوية لأن احنا مكناش عارفين هنعمل ايه طب مش عارفين ازاي بس طبعا الكلية كلهم يعني من أول أكبر حد الأصغر حد كان بيساعدنا وطبعا كل ما احتاجنا حاجة كانوا بيقولوا لنا ولأ نعمل ايه هنا وما نعملش ايه هنا فهم حتى كمان كانوا بيساعدونا جدا ان الفيلم يطلع بالشكل ده والشكل اللي احنا كلنا يعني نحبه وان احنا عايزينه فطبعا بشكرهم كلهم والله انهم وقفوا جنبنا لآخر لحظة يعني عشر عشر مش عايزة انسى أسامي بس هما كلهم بجد كانوا بجد وقفين جنبنا بشكل رهيب يعني واحنا فعلا تعلمنا منهم حاجات كتير وحتى لو هما مثلا بيخلونا مثلا نعدي الحاجات وكده فده في مصلحتنا في الأول في الآخر فده فرد فعل الكلية لما فوزتوا بقى في المسابقة اه لا هما فرحوا بينا جدا هما لا هما انبسطوا بينا جدا طبعا ويعني احنا كمان انبسطنا يعني احنا عرفنا نحاقه ده لينا وللكلية طبعا انه هو دي حاجة برضو واجهة ليهم فده حاجة حلوة جدا طيب ايه انتوا خلاص هتتخرجوا السنة دي صح؟ مبروك لوين تعملوا ايه بقى بعد كده هو احنا اصلا يعني المشاوعة التخرج بتاعنا المفروض انه هو عن فكرة فيلم جديدة بس عشان الاحداث دي فهو ما اجلينه شوية ايه نحرق عشان يعني مش عايزين نحرق يعني بس اقولي اه هو الفكرة عبارة عن ان يعني الفن عن الفن والحرف المصرية بس بطريقة الفن ومش الفن انها حرف يتوية بس او تمثيل بس او غنى بس يعني الفن بكل بكل انواعه بكل الحاجات بتاعته الله هاشتاك بتاعنا الاساسي ان الفن الجميع هي دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصل لها بس فاحنا قراءة دي يعني شغالين على حملة على الفيسبوك وكده ويعني كل يعني من زمان منزلين عليها حاجات وهي يعني الحمدلله ماشيين على حاجات وطبعا كلها برضو مساعدانا فيها جدا فيعني لا احنا بس نفسنا ان شاء الله يعني الزروف دي كلها تخلص عشان نقدر نحقق بقى الفيلم التاني اللي احنا عزين نعمل انتي ناوي تعملي ايه بعد ما تتخرجي ايه الخطط يعني اكيد طبعا محدش بيبقى اعرف بس هل عندك هدف عندك خطة عندك اه يعني انا صراحة عايزة برضو يعني اركز برضو في حاجات مثلا اطلع بمواد من كلها اللي انا حبيتها او حسيت نفسي ان انا هنفع فيها زي مثلا الاخراج والتصوير فحسيت ان انا يعني حبي المادتين دول اكتر حاجة فعايزة برضو ان انا ازود معلوماتي بيها سواء بقى انا اعلم نفسي او ان انا اخد كرصات زيادة او كده وابدأ بقى اشوف يعني ممكن بعد ما تعلم زيادة هقدر اعمل ايه يعني بس لسه للأسف مش هقدر اقول ان انا رسمت الخطة بس يعني بس مهمة جدا الواحد يتطور من نفسه بالزبط اه ناوية تعملي كده بعد ما اتخرجي على اموم انا بتمنى لكم التوفيق انتوا فعلا شباب متميز جدا يعني شباب مصر فعلا شباب متميز نمازج دايما مشرقة مشرفة من الشباب المصري بيبقوا معنا في برنامج شباب على الهواء هم شباب متميز عندهم افكار جديدة افكار مختلفة افكار مؤكبة العصر هم موغوبين في جميع المجالات واحنا بنسعب بيهم دايما من خلال برنامجنا شباب على الهواء الى اللقاء بكرا ان شاء الله حلقة جديدة